اشتركوا في القناة وامام القضاء ونظرا لعدم استكمال الموضوع ولأهميته لأن أهم المواضيع التي يتكلم عنها الحقوقيون أهم المواضيع هي ما يتعلق بحقوق المدعي وثم حقوق المدع عليه فإذا عرف المدعي حقوقه وما له وما عليه وعرف كذلك المدع عليه حقوقه وما له وما عليه فإنه بإذن الله جل وعلا تتيسر عنده أمور كثيرة بذن الله جل وعلا وإلا هناك ما يتعلق في وسائل الإثبات وهناك ما يتعلق في الإدخال وهناك ما يتعلق بالاعتراضات ونحو ذلك كثيرة جدا ولكن أهم ما عند المدعي والمدع عليه أن يعرف حقوقه في هذه الإجراءات حديثنا اليوم هو كما ذكرت لكم بأنه استكمالا لما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة في حقوق المدع عليه نبدأ أول هذه الحقوق أو أول هذه الحقوق في هذه الحلقة فيما يتعلق بحق المدع عليه بشط بالدعوة وهذا متى يكون يكون حق المدع عليه قبل أن أستمر أو أواصل الموضوعي أذكركم أحبة الكرام بالتواصل معنا على الأرقام التي تظهروا تباعا على الشاشة وكذلك التواصل معنا على حسابي في تويتر وسنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم وأيضا نسعد بمداخلاتكم وبمشاركاتكم في هذه الحلقات سواء هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم أو على مدى أو على بداء على مدى انتهاء على مدى حلقات هذا البرنامج كما ذكرت في الأسبوع الماضي بأنه من أراد لأنها تأتيني أسئلة كثيرة على صفحتي في تويتر من أراد أن يكون طرح السؤال والإجابة عليها أثناء هذا البرنامج كما قلت لكم بأنه في تويتر يكتب في أول السؤال والاستشارة يكتب البرنامج حينما يكتب البرنامج أعلم بأنه يرغب السائل بأن يطرح هذا السؤال أثناء هذه الحلقة والإجابة تكون فيها نعود أحبة الكرام بأنه من حق المدع عليه أن تشطب دعوة المدعي لكن متى يكون ذلك كما ورد في المادة الثالثة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية بأنه يحق للمدع عليه أن يطالب بشطب الدعوة وهذا لا شك أنه هو النظام بشطب دعوة المدعي ذلك إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة فإنه يحق للمدع عليه أن يطالب بشطب الدعوة وهذا لا شك أنه حق من حقوقه بل ينص النظام على ذلك لأن بعض أصحاب الدعاوة فقط يريد أن يزعج الطرف الآخر يزعج المدع عليه يقلقه فاليوم يرفع قضية في المحكمة العامة وغدا يرفع قضية في المحكمة الجزائية وفي اليوم الثالث يرفع قضية أيضا هنا وهناك فقط لوضع القلق والإزعاج لهذا الإنسان قد يكون هذا الإنسان يريد أن ينتقم من هذا الشخص سواء كان ذلك بحق أو بغير حق لا شك أن هذا لا يجوز شرعا لأنه إن كان لك حق فطالب بالحق بشكل ودي فإن لم تتمكن من حصولك على حقك بشكل ودي فإنه يجوز لك أن ترفع أمرك إلى القضاء أن ترفع أمرك إلى القضاء والقضاء يحكم بشرع الله جل وعلا وشرع الله سبحانه وتعالى مطهرة للجميع أما أن تأتي وتنقص على هذا الإنسان وتؤذي هذا الإنسان فإن ذلك لا يجوز لذا جازل المدعي عليه بأن يطلب إذا تخلف المدعي عن حضور جلسة من الجلسات أن يطلب من القاضي شطب الدعوة برمتها فإن كان المدعي له حق فليأتي ويجدد هذه الدعوة أيضا إذا كان هناك عذر شرعي يقبل له فيكون هذا التجديد بناء على هذا العذر أما إذا لم يكن له عذر فإنه يطلب منه كتابة إقرار بأن يواصل دعواه ولا يتركها كما تركها في المرة الأولى وهذا من حقوق المدعي عليه نعلم أيضا أن هذه الدعوة حينما تشطب لعدم حضور المدعي للمرة الأولى ثم تشطب للمرة الثانية ثم تشطب للمرة الثالثة فإنها لا تعاد ألبتة بل إعالتها للمرة الثالثة لا تكون إلا عن طريق مجلس القضاء الأعلى وأما قبل ذلك فإنه لا يمكن أن تعاد لذا جميل أن نتنبه لهذه المسألة كذلك فيما يتعلق بالقضايا المستعجلة فيما يتعلق بالقضايا المستعجلة فإن ذلك يثبت للمدعي عليه بأن يحاول قدر المستطاع إنهاء هذه الدعوة وهذا لا شك أنه حق مشترك للمدعي والمدع عليه فلا يكون هناك أمر من الأمور التي قد تعيق هذه القضية من الأمور المستعجلة التي ممكن نطلبها في الدعوة ما يتعلق بمنع السفر ما يتعلق بمنع السفر سواء كان ذلك للمدعي أو للمدع عليه مع أنه في الغالب لا يكون منع السفر إلا على المدع عليه لأن المدعي هو الذي يطالب بمنع السفر للطرف الثاني حتى لا يخرج مثلا بعيدا أو يخرج من المملكة أو من المملكة أو من أي بلد هو فيه فيسارع بمنعه من السفر وهذا لا شك أنه حق للمدعي لكن ما الذي يأتي هنا حق للمدع عليه؟ ما الذي يأتي هنا حق للمدع عليه؟ إذا قام المدعي بمنع السفر وهذا كما قلت لكم هو حق إذا قام المدعي بمنع المدع عليه من السفر لأي مكان كان لا شك أن في ذلك أحيانا يكون فيه تعطيل لمصالح المدع عليه تعطيل لمصالح المدع عليه فإذا انتهت هذه الدعوة ولم يتبين أن هناك حق للمدعي وإنما كان هذا المنع من السفر إنما هو للإضرار بالمدع عليه فإن المدع عليه هنا وهذا الذي أردت وأنا تحدث عنه فإن المدع عليه هنا يجوز له أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به في هذه الدعوة التي لم يظهر للمدعي فيها شيء وهذا كفلته المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية لذلك ينبغي أن نتنبه بأن إذا كان منع السفر فقط للإضرار وليس هناك شيء للمدعي فإن المدع عليه يحق له أن يطلب عوضا عن هذا الضرر الذي لحق به هناك ما يتعلق بحقوق وإجراءات المدع عليه في المرافعة هناك إجراءات يجب أو ينبغي أن يتعامل معها المدع عليه حتى يصل إلى الطريق الصحيح أو يصل إلى الهدف الصحيح الذي يخلصه بإذن الله جل وعلا من دعوة المدعي إن كان ليس له شيء أو من إنهاء الدعوة بما يحفظ حق أيضا المدعي وكذلك المدع عليه من ذلك الرد على الدعوة حيث لا يجوز الامتناع عن الرد وفي حاله قام بذلك كرر القاضي عليه فإن امتنع عن ذلك يعد نكولا منه لأن بعض المدعين هدهم الله يأتي ويحشد حشودا عجيبة في دعوة بل قرأت في هذا الأسبوع صحيف الدعوة أو لائح الدعوة لأحد المدعين بأنها كلها فيها كذب وفيها تزيف للحقائق وفيها مغالطات كثيرة فأنا أقول هنا ينبغي للمدعي أو من حق المدعي عليه أن يطلب من المدعي الإبانة عن ما ذكره في دعوة الإبانة عن ما ذكره في دعوة فإذا قال أمرا من الأمور يحق للمدعي أن يأتي بما يثبت هذه الدعوة ما يثبت هذه الجزئية ما يثبت ذلك الحق الذي يدعي به المدعي عليه ولا شك أن من حقك أن تلزمه بذلك لا شك أن من حقك أن تلزمه بذلك فإن لم يستطع أن يأتي بهذه الأشياء فإن دعواه تسقط إلا أن يقول ليس عندي في ذلك مستند ولكن نحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر فهنا من الذي يحلف اليمين الذي يحلف اليمين المدع عليه هنا إذا وجه اليمين على المدع عليه فإن من حقه أن يرد اليمين من حقه أن يرد اليمين على المدعي فيقال للمدعي بأن من ادعيت عليه رد اليمين عليك أي أنه طلب اليمين منك أنت وضح أكثر زيد رفع دعوة على عمر فإدعى زيد على عمر بكذا وكذا وكذا قيل له أين مستنداتك أين بيناتك أين وسائل الإثبات التي لديك فإما أن يبرز هذه المستندات وهذه الأدلة وهذه البينات إما أن يبرزها وإما أن يقول ليس عندي شيء هنا يقال لعمر بأن زيد المدعي ليس عنده شيء من الأدلة ولذلك هو يطلب منك اليمين أو أن اليمين تتوجه عليك بأن دعواه غير صحيحة أو أنه ليس بدمتك له شيء أو أن ما ذكره المدعي ليس حقيقا هنا يقول المدع عليه بأنني أنا أو هذا من حقه طبعا من حقه أن يحلف يمين ولكن من حقه أيضا أن يقول أنا لا أحلف يمين أنا لا أحلف يمينا وإنما أرد اليمين على المدعي فإن حلف اليمين المدعي فأنا ألتزم بكل مدعه ألتزم بكل مدعه وهنا نقطة مهمة اليمين حاسمة فإذا حلف الإنسان يمينا فلابد أن يصطر حكم للقاضي بعد اليمين لابد أن يصطر حكم للقاضي بعد اليمين فهنا نقول له الحق بأن يرد اليمين على المدعي فإن قال المدعي أنا لا أحلف يمينا هنا يعد ناكلا هنا يعد ناكلا أي يعد رافض لحلف اليمين وبالتالي يحكم القاضي بنقوله فيحكم بصرف النظر عن هذه الدعوة هذا أمر مهم جدا لأن بعض الناس خاصة المدع عليهم يقول أنا لن أحلف يمين هكذا يقول أنا لن أحلف يمين ويرفض أن يحلف اليمين فإذا لم يحلف اليمين حكم القاضي عليه إذا لم يحلف اليمين حكم القاضي عليه لأنه ناكل عن اليمين لكنه ليس عنده فهم لنظام المرافعات الشرعية وكذلك ليس عنده فهم لمسألة الأمور الشرعية التي كيف يتصرف في هذه الحال فيقول أنا لن أحلف يمين مجرد ما قلت لن أحلف يمين سيحكم القاضي بنقولك وبالتالي سيحكم عليك لكن لو كان عنده علم وعنده فقه وعنده معرفة أو لو كان قد وكل من لديه علم ومعرفة كمحامل أو غيره فإنه مباشرة سيقول أنا أرد اليمين لأنه لن أحلف يمين ولكنني أحتفظ بحقي في اليمين لأنني سأرد اليمين على المدعي سأرد اليمين على المدعي فيقال يلا يا المدعي احلف يمينك إذا رفض المدعي يحلف اليمين فإنه هنا يكون ناكلاً ويحكم القاضي بصرف النظر عن هذه الدعوة لأن المدعي رد اليمين على المدعي ولكن المدعي رفض أن يحلف يميناً فهنا في الغالب يظهر عدم صدق المدعي في هذه الدعوة أكرر وأقول هذه المسألة مسألة رد اليمين مهمة جداً وكثير من المدعي عليهم يخسر قضيته أو يحكم عليه في الدعوة لأنه يقول أنا لن أحلف يمين بعضهم يقول حتى وإن كنت صادق أنا لن أحلف يمين ولا شك أن هذا من زهد الإنسان وورع الإنسان بحيث أنه يرفض أن يحلف يمينه وإن كان صادقاً لكنه لا يعرف أن يقول أنا أرد اليمين على المدعي فهنا تقع الإشكالية عند كثير من الناس هنا دوره في الدفع وتقديم ما يثبت دفع الدعوة عنه لا شك أن هناك نص من المادة الثانية وستين من نظام المرفعات الشرعية عن جواز دفع المدع عليه للدعوة وكذلك يحق له أن يكتب هذه الدفوع بالأوراق ويأتي للقاضي بالفلاش هذا الفلاش أو ما يسمى بالسيدي أيضاً فهذا من حقه في نظام المرافعات الشرعية يكفل الحق للمدع عليه بأن يكتب هذا الحق هناك بعض الحقوق التي يشترك فيها المدعي والمدع عليه وخاصة فيما يتعلق بالمتشابهة فيكتب دعوة لأن بعض الناس لا يستطيع أن يتكلم بعض الناس إذا كان أمام القاضي أصيب بالرحبة وبالخوف لأنه كثير من الناس لم يعتد على الوقوف أمام القضاء لم يعتد على دخول المحاكم هناك من يبلغ من العمر خمسين سنة وستين سنة يقول هذه أول مرة وقابلنا كثير من الناس يقول هذه أول مرة أدخل فيها محكمة من المحاكم فلما أدخل في يوم الأيام لا شرطة ولا إمارة ولا داخلية ولا محكمة ولا غيرها ولا شك أن هذا من نزاهته وسلامته من الإشكاليات وكذلك من صدقه وأمانته في أداء الحقوق لأصحابها فأقول بعض الناس لا يستطيع أن يتكلم أمام القاضي بل إن الأحرف لديه قد تتضارب ويسبق بعضها بعضا لأنه لم يتعلم كيف يتكلم أمام القضاء ونحو ذلك وهيبة القضاء لا شك أنها قد تقصر الإنسان عن الوصول إلى الحق أو تجعله لا يستطيع أن يبين في الدفاع عنه ولذلك كفر له النظام في مادته الثانية والستين في كتابة ما يريد لأنه يذهب إلى بيته وهو مرتاح عن نفس هادئ البال ثم يكتب ما يريد أن يقدمه للقضاء من دفاع عن نفسه يكتب ثم ينقح ثم يراجع وقد أيضا يذهب إلى من لديه خبرة كمحام أو غيره فيقول له أريدك أن تكتب لي في الموضوع الفلاني فإني لا أستطيع أن أكتب ولكنه قد لا يستطيع أن يتحمل أعباء أتعاب المحامات فيكتب له المحامي بمبلغ زهيد ثم يذهب إلى المحكمة ويسلم أثناء الجلسات يسلم هذه الردود للقاضي والقاضي يعتبرها بإذن الله جل وعلا وهذا من حق المدع عليه كذلك أنا أقول من المهم جدا جدا أن يكون الرد مع أنه مكتوب في أوراق إلا أنه أيضا يكون في إفلاش ممري معروف هذا موجود عند محلات الكمبيوتر يحمل عليه هذا الرد فيعطى للقاضي من أجل أن لا نضيع أوقات القضاة وكذلك أوقاتنا وكذلك أوقات من ينتظر بعدنا من أصحاب القضايا والدعوى مجرد ما يأتي بهذا فلاش يضعه في الجهاز ثم ينسخ هذه الردود ويضعها في الضبط فينتهي الأمر جملة وتفصيلة كذلك من حق المدع عليه وكذلك من حق المدع عليه أن يتقدم إذا كان هناك طلبات عارضة إذا كان هناك طلبات عارضة التي هي طلبات قد تحرف شيئا أو قد تغير مسار الدعوة أو نحو ذلك تكون عارضة للمدع عليه الحق في تقديم هذه الطلبات العارضة وقد كفلت هذا المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية فيكون الإنسان يقدم طلبه العارض حتى إما أن يكون لأمر تأخير أو لأمر إدخال أو لأمر مثلا تنحية القاضي عن هذه الدعوة أو لأي أمر كان المهم أن يكون طلبا عارضا في هذه الدعوة ومتعلق بالدعوة إلا أنه قد يغير شيئا من مسار الدعوة مثال ذلك مثلا لو طلبنا تنحية القاضي فإن هذا يعد من الطلبات العارضة كذلك لو أردنا أن نطلب شيئا من المستندات التي تتعلق بأطراف لهم علاقة في الدعوة كأن يكون هناك مثلا دعوة زوجية مثلا ويكون هناك دعوة في مثلا الحضانة أو النفقة أو نحو ذلك إلا أن الأبناء مثلا عند أمهم ولكن ليس هناك مستندات خاصة في الأبناء بين يدي الأم مثلا فإن هذا يكون طلبا عارضا بحيث يقدم أو تقدم المرأة طلبا عارضا للقاضي بأن يلزم المدعي أو الأب بأن يسلمهم المستندات الخاصة بالأبناء كشهادة الميلاد أو دفتر العائلة أو نحو ذلك التي يستطيعون فيها أن يسيروا في حياتهم وأن يسروا أمورهم أو أن يكون هناك مثلا شهادات ونحو ذلك كذلك يجوز للمدع عليه أن يطلب المقاصة يجوز للمدع عليه أن يطلب المقاصة وقد كفلت ذلك المادة الثمانين من نظام المرافعة الشرعية بحيث قد يكون المدعي يطالب المدع عليه في هذه الدعوة يطالب المدع عليه بمثلا خمسين ألف ريال بخمسين ألف ريال إلا أن المدعي لديه مثلا سيارة للمدع عليه لديه سيارة للمدع عليه قيمتها مثلا مئة ألف ريال مئة ألف ريال ماذا يكون هنا يكون هنا بأن يطلب المدع عليه من القاضي مثلا أن يحيل هذه السيارة مع المدعي يحيلها إلى أهل الخبرة وإلى أهل المعرفة من معارض السيارات أو نحوهم أو أهل الخبرة في المحكمة إن كانوا يجيدون تقييم هذه السيارة في قال تقيم السيارة ويخصم من قيمتها هذه الخمسين ألف ريال التي تدعي بها أنت أي المدعي تخصم من قيمة هذه السيارة وما زاد على ذلك فإنه يكون دائما أن يكون دينا بذمة المدعي أو أن يسدد بالحال فتكون هذه المقاصة التي نعنيها في هذه الدعوة وهذا لا شك أنه حق من حقوق المدع عليه بأنه وهذا أيضا يختصر الطريق على المدع عليه بحيث أنه لا ينتهي من هذه الدعوة فيه يسدد الخمسين ألف ريال مثلا للمدعي ثم يرفع دعوة أخرى يطالبه بالسيارة أو يطالبه بالمال الذي لديه أو نحو ذلك ما أدري باش مهندس هل فاصلنا جاهز ولا لا نعم نعم فقبل أن يجهز الفاصل نقول هذه مسألة مهمة بحيث أنه تكون هذه الدعوة منهية لجميع الحقوق التي بين الطرفين حتى ولو كانت ما تبقى بذمة المدعي المهم أن يصطر هناك الصك الذي يبين هذه المسألة فيبين أن هذه الدعوة انتهت صلحا بين الطرفين بطريق المقاصة حتى ننتهي من هذه الدعوة وننتهي من ملابساتها ونحو ذلك فهنا يكون الحق تضح للمدع عليه بأنه لا يضيع له حق أمام القضاء بإذن الله جل وعلا إذن نحن نقف عند هذه المسألة حتى نعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله جل وعلا ولن نطيل عليكم إلى أن نلتقي بعد الفاصل نستودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيعه ودائعه وانتظرونا بعده موسيقى اشتركوا في القناة 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 فيتهم القاضي هنا بعدم الانصاف ويتهم القاضي هنا بعدم العدل ويتهم القاضي ايضا بانه يحابي فلان من الخصوم وهذا غير صحيح لماذا يتهم؟ لانه لم يفهم ما هي الشهادة ولم يفهم معنى الشهادة ولم يفهم ان الشهادة تنقسم الى قسمين تنقسم الى قسمين اي ان شهادة موصلة شهادة موصلة وشهادة غير موصلة لن أتكلم عن شهادة الزور ولعلنا نخص لها حلقة خاصة بين الله جل وعلا لكنني أتكلم عن الشهادة الحقيقية شهادة حقيقية ولكنها قد تكون شهادة موصلة وقد تكون شهادة غير موصلة ما معنى شهادة موصلة وشهادة غير موصلة؟ يعني شهادة على الحق شهادة حقيقية وصحيحة وليس فيها شيء ولكنها لا تصل بنا إلى القناعة بأن ما يدعيه فلان أو ما شهد به فلان هو الحق لأنه لا تصل بنا إلى القناعة ولا إلى البيان بأن ما شهد به فلان هو الحق يعني أضرب لكم مثالا لو أن رجلا ادعى على رجل بأنه أعطاه مبلغا من المال أعطاه مبلغا من المال ثم أتى هذا الشاهد يشهد فيقول أنا نعم أنا أعلم أن فلان أعطى فلان مالا أنا أعلم أن فلان أعطى فلان مالا طيب هل رأيته بعينك يعطيه مالا والله أنا ما رأيته لكنه قال لي واستفض عندنا بأنه فلان أعطى فلان مالا وعلمنا أنه أعطاه مالا فهذه شهادة وشهادة حقيقية وهو لا يكذب فإنما هو صادق ولكن هذه الشهادة غير موصلة يعني الشهادة هذه غير موصلة أي لا يمكن للقاضي أن يحكم بناء على هذه الشهادة لفلان من الناس أو لأحد الخصوم ولكن الشهادة الموصلة هو يقول نعم رأيت فلان يعطي فلان مالا كسلفة أو دين أو نحو ذلك يعطيه مالا كسلفة أو دين أو نحو ذلك رأيته بعيني وقد عدها أمامي ووجدت أنها عشرة آلاف ريال أو أكثر من ذلك أو أقل المهم أنه أعطاه مالا ورأى بعينه ولذلك الله عليه الصلاة والسلام يقع على مثلها فاشهد على مثلها فاشهد أي أنه يشهد على شهادة كالشمس في رابعة النهار كما يرى الشمس في رابعة النهار يشهد على هذه الشهادة وهذه المسألة يتهون فيها كثير من الناس سنفصل القول فيها بإذن الله جل وعلا حينما نتحدث عن هذه الشهادة إنما الشهادة أمام القاضي يحق أو من حق المدع عليه أن يطلب من القاضي استجواب الشهود أن يطلب من القاضي استجواب الشهود ومن حقه أيضا أن يطلب الاستجواب على حدة فيكون أحد الشهود خارج مجلس القضاء ثم يسأل هذا الشاهد يقول له أين رأيت الحالثة متى رأيت الحالثة في أي مكان رأيت الحالثة في أي بلد رأيت الحالثة في أي شهر رأيت الحالثة في أي عام رأيت الحالثة في أي يوم رأيت الحالثة حتى يعلم عنه والقض يدون ذلك كله يدونه أمامه فإذا انتهى واستجوب هذا الشاهد استجوابا تاما استدعى القاضي الشاهد الآخر الذي هو خارج مدس القضاء استدعاه أمامه ثم طلب من الشاهد الأول أن ينصرف حتى لا يجتمعان في الخارج فيخبر الأول الثاني بأنه كان مكأس إلى كذا وكذا وأجبته بكذا وكذا إنما يجمعهم عنده ثم يصرف الشاهد الأول ثم يستجوب الشاهد الثاني كما استجوب الشاهد الأول هنا القاضي يجمع بين شهالة فلان وشهالة فلان فإن رأى أن هناك تعارض كبير فهذا يعلم منه أن الشهادة غير صحيحة وأن الشهادة لا يمكن أن يعتمد عليها ولا يمكن أن يعمل بها وإنما شهادة مردودة لا قيمة لها هنا مسألة الاستجواب هي أمر هام جدا ولذلك بعض المدع عليهم لا يعرف مسألة الاستجواب وهل يحق له أن يطلب استجواب الشهود وأن يسألهم بدقة وأن يسألهم على حدة فهذه مشكلة حقيقة كذلك يحق في مسألة الشهادة يحق للمدع عليه أن يقول للقاضي تحدث مع الشاهد فإن الشاهد أصلا لا يسمع الشاهد لا يسمع أو أن سمعه خفيف أو أن سمعه خفيف فقد يكون قلة السمع قد تكون سببا في رد الشهادة لأنه يشهد على أمر لم يسمعه أو يشهد على أمر لم يدرك حقيقته بشكل كامل وبشكل وافي يتيح له الفرصة بأن يشهد على هذه الواقعة أو هذه الحادثة التي لم يسمعها بشكل جيد وأذكر في هذه الحادثة أذكر أنني حضرت في مجلس قضاء وكنت طرفا فيه كوكيل فلما سأل القاضي الشاهد بعض الأسئلة وكان الشاهد يردد عليه نعم يا فضلت الشيخ نعم يا فضلت الشيخ أخيرا قال الشاهد للشيخ يا فضلت الشيخ أنا سمعي خفيف فلعلك ترفع من صوتك حتى أسمع طبعا الشاهد لا يعلم أن ما يقوله الآن هو سبب في رد شهادته فقلت له يا فضلت الشيخ كيف تسمع شهادة رجل لا يسمع كيف تسمع شهادة رجل لا يسمع فكان ذلك سبب في رد شهادة ذلك الشاهد فأنا أقول مهم جدا أن نطلب من القاضي أن يسأل الشهود وأن يستجوبهم وأن يتحدث معهم وأن يسمع منطوق هؤلاء الشهود وكذلك في هناك أمور كثيرة يجوز فيها رد شهادة الشاهد كالفسقي وإقامة الحدي عليها أو نحو ذلك بل قال بعض العلماء حتى مرب الصبيان أو معلم الصبية الصبيان لا تقبل شهادته وكذلك من ليس له لديه مروءة ولكن هذه مسائل قد تكون عمة البلوى فيها فتركها كثير من القضاءات ونحو ذلك على كل حال هذه سنفصل فيها تفصيلا تاما حينما نتحدث عن الشهادة في حلقة خاصة بإذن الله يجل وعلا كذلك يحق للمدع عليه طلب الإدخال أحيانا يكون هناك شخص لم يذكر اسمه في الدعوة وليس له أي ذكر تماما في هذه الدعوة فهو لكن وجوده يؤثر في هذه الدعوة فكفلت المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعة الشرعية كفلت للمدع عليه أن يطلب إدخال من يرى له أثر في هذه الدعوة وله تأثير فيها فيطلب من القاضي يقدم طلبا عارضا أيضا بأن يطلب إدخال فلان من الناس حتى يتمكن القاضي من سماع ما لديه ويكون بذلك بالله جل وعلا استكمل ما يمكن أن يستكمله المدع عليه حتى يخرج من هذه الدعوة كذلك في مسألة أو القاعدة التي تقول آخر من يتكلم هو المدع عليه هذا لا يعني أنه لا يتكلم هذا لا يعني أنه لا يتكلم وإنما يتكلم المدع عليه بكل طلاقة وبكل أريحية بعدما تسمع دعوة المدعي كاملة بحيث يكون هناك شيء من التجزئة أو نحو ذلك كذلك لو أن المدع عليه تكلم بكلام قبل إنهاء تحرير الدعوة أو ذكر دعوة المدعي فإنه قد يجعل هناك لبس أو قد يجعل المدعي يحرف دعواه من ما كان يريد إلى أمر آخر كذلك هنا يحق للمدعي أو المدع عليه إذا حكم عليه بحكم لا يرتضيه أو بحكم لا يرى أن هذا هو الحق ولا أنه هو الصواب فإنه يحق للمدع عليه أن يرد هذا الحكم أن يقول للقاضي وعلانية أنا يا فضل الشيخ أعترض على هذا الحكم أنا لا أقبل هذا الحكم قابلت شخصا معه صك يبكي بكاء مرًا يقول حكم علي القاضي بحكم حقيقة ليس صحيحا نعم القاضي لا يعلم الغيب القاضي لا يعلم الغيب ولكنه يحكم بنحو ما يسمع يحكم بنحو ما يسمع من المدعي أو من المدع عليه فإذا ترجح لديه هذا الأمر حكم به القاضي وليس يعلم الغيب حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر ممن قد يحكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب لحنه بالقول فحذر هؤلاء من مغبة الحكم لهم وأن هذا لا يمكن أن يقبل شرعا ومن حكم له في الدنيا فإنه لا يعني أنه خرج من المسؤولية يوم القيامة أمام الله جل وعلا فلذلك أقول في هذه المسألة وهي مسألة مهمة بأنه يرفض هذا الحكم ويعلن للقاضي بأنه يرد هذا الحكم ولا يقبل هذا الحكم إذن ماذا يكون من حقك أنت أيها المدة عليه حينما رفضت هذا الحكم ولم تقبل واعترضت عليه يحق لك بعد ذلك أن تستلم صورة من الصك أن تستلم صورة من الصك حتى ماذا؟ حتى تعترض على هذا الحكم وهذا الاعتراض يكون خلال ثلاثين يوما هناك بعض المسائل التي مهم جدا من حقك أيضا في الاعتراض أن يعرض اعتراضك على محكمة الاستئناف وتنظر في اعتراضك فإن كان مؤثرا على الحكم ردته إلى القاضي حتى يغير ما فيه كذلك في تقديم المذكرة الحاقية للاستئناف أحيانا قد يضيق الوقت على المدة عليه في الاعتراض فإنه يحسن به هنا أن يقدم اعتراضا وإن كان بالشكل السريع ثم بعد ذلك يجعل هناك مذكرة الحاقية يبين فيها أكثر وأوسع حتى يتمكن من الإحاطة في الرد على هذا الموضوع لعله ينقض إن كان حكما لا يوافق الصوب كذلك حقه في نقض الحكم لصالحه وهذا ورد في المادة المئة والتسعين أنه يحق للمدع عليه بأن ينقض حكم المدعي أو الحكم الذي حكم عليه الحكم الذي للمدعي يحق له في ذلك فهذا يكفله الشرع والنظام لهذا المدعى عليه إذا اقتنعت لجنة الاستئناف بأن هذا الحكم لا يوافق الصواب بحسب ما قدمه المدع عليه في اعتراضه أو في لائحته الاعتراضية أحبة الكرام في هذه الدقائق الأخيرة وكما عودتكم بأنني أرسل رسالة لكل من يشاهدني الآن لعل الله جل وعلا أن ينفع بها هي فيما يتعلق بالدعاوة الكيدية هناك بعض الناس يغتر بما يسمعه من الآخرين فيقال له ارفع دعوة على فلان قدم دعوة على فلان طالب فلان بالشبل بالمحاكم أو نحو ذلك وهذه الدعوة يكون ليس لها أي أساس لا من الشرعي ولا من النظام وإنما فقط يريد أن يتشفع يريد أن يؤذي فلان من الناس فيرفع عليه دعوة دعاوة ليست صحيحة دعاوة مكذوبة دعاوة لا قيمة لها دعاوة عارية عن الصحة تماما وليس لها علاقة إذن هذه الدعوة ماذا نسميها أحبة الكرام نسميها بالدعوة الكيدية نسميها بالدعوة الكيدية هذه الدعوة الكيدية أحبة الكرام لنعلم علم اليقين أن النظام يعاقب عليها أن النظام يعاقب عليها وأقل ما يكون في ذلك أن يسجن شهرين كاملين في هذه الدعوة حتى لا يعود مرة أخرى ويؤذي الأخرين لأن فلان من الناس وفلان من الناس والآخر والثالث والرابع وهكذا لهم حقوق لهم كرامة لهم احترام لهم تقدير لهم حق على المجتمع لهم حق على الأمة الأسلامية كاملة لهم حق على ولاة العمر إذن إذا كان هؤلاء لهم حقوق فلماذا نؤذيهم؟ لماذا نرفع عليهم دعاوة كيدية؟ ولذلك يا حبة الكرام أقول لنتقي رفع الدعاوة الكيدية التي قد تعود علينا بالضرر ونحن نقول بأن كل من رفع دعوة كيدية حقيقة يستحق العقاب ويستحق أن يعزر ويستحق أن يشنع عليه ويحكم عليه في القضاء فإذا حكم برد الدعوة هذه الدعوة الكيدية فإنه يحق للمدة عليه بأن يأخذ هذا الصك ويقدمه لمعاقبة ومجازات هذا الإنسان الذي رفع عليه دعوة كيدية حتى يكون عبرة لغيره فنقلل من هذه الدعوة المكتوبة والتي لا قيمة لها هذا ما أردت أن أرسله في مسألة الدعوة الكيدية حتى نحذر من الوقوع فيها ومن أن يجرنا بعض الناس إلى هذه المسائلة وهذه الدعوة التي تضرنا ولا تنفعنا وفيها إزعاج للقضاء وفيها إزعاج أيضا للآخرين وهي أيضا فيها إثم من الله جل وعلا أنتهي من هذه الرسالة من رسالة اليوم وفي نهاية هذه الحلقة حلقت هذا اليوم أستودع الله جل وعلا أستودعكم الله لذلك تضيع ودائعه وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم أو قبل هذا اليوم بساعة كاملة أرحب بكل رسالة تأتي من أجل هذا البرنامج كسؤال أو مداخلة أو اقتراح أو أيضا مشاركة في هذا البرنامج ولكن كما قلت لكم جميل أن نبدأها في عبارة البرنامج حتى أعلم أنك تريد أن تبث في هذا البرنامج إلى ذلك اليوم أستودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيع ودائعه وإلى أن نلتقي أقول لكم تصبحون على خير وأيامكم وليليكم إن شاء الله أنها سعيدة آمنة مطمئنة وفي أمان الله اشتركوا في القناة